السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهارة ان شاء الله هنتكلم على الصلاحيات والمسؤوليات لمدير نمزجة معلومات البناء تمام ايه هي ادارة معلومات البناء هي ان انا بنظم وبرائي بعمليات الاعمال من خلال استفادة من المعلومات في النموذج الرقمي لتحقيق تبادل المعلومات على مدى دورة حياة كاملة الاصل كلام جميل اللي هو عبارة ان ايه ان انا بعمل موديل وبحط في كل المعلومات اللي انا هستخدمها اثناء المشروع لو معلومة مش هتفدني وحطيتها كده لمتاقى الموديل ما بش هستفاد منها انما مفروض ان كل المعلومات هتفدني في ادارة المشروع بتبقى موجودة بحيث ان انا استخدمها من اول ما افكر في المشروع لحد ما شغل المشروع لحد نمهد المشروع كل المعلومات بقدر استفاد منها تمام ده بيفدني في ايه بيبقى فيه تواصل بين كل اطراف المشروع ولو في اي مشاكل بكتشفها اثناء تصميم باش اثناء التنفيذ وده بيفدني كتير قوي وباستفاد منها في الاستدامة وتصميم فعال وتكامل الخصوصات ومرأبة المشروع وكل حاجة. بقى عندي اه في ناس كتير بتقول انا مطابق البيم بس هو في الحقيقة ان احنا عندنا حاجتين في بيج بيم وبيم وليتل بيم. بيج بيم اللي هو البيم زي القدرة الفائقة ان انا بيبقى عندي اه استفادة كاملة الموديل وكل الناس بتتبادل معلومات مع بعض. في فهم ايه للمخرجات اللي هتطلع وفي ان المعلومة ديت بقدر ايلاه في المكان الفلاني وفيه نظام وفيه تعامل جيد مع المعلومات. نموذج معلومات البناء المحدود او الليتل بيم ده بيبقى في استخدام قاصر للمعلومات. بيبقى فيه ممكن يكون ان مثلا كهروميكانيكا اللي بيش شغال بيم بس معمالة وانشاء شغالين بيم زي الفل. مبقاش بيم لان فيه استفادة نقصة من البيم. يعني فيه اه يعني الكلاشات مش موجودة الحصر مش موجود. هتلاقي فيه نقصة في الحاجات. ففي ليت البيم وديه اغلب الشركات بتاع فيها. نمو بيقولك انا عندي بيم بس الحقيقي ان هو مستفادش من البيم كويس. تمام نبدأ ندخل بقى فيه المهام بتاعة المدير اه البيم. اول حاجة فيه بعض المهام الادارية. تمام? لان فيه جزء كبير جدا من البيم بشي سوفت وير انه بيم ادارة. فما فيه مهام ادارية زي ان هو يعمل خط ادارة في المشروع دي خاصة كل المشروع. اه حضور اجتماعات الشركة وتواصل مع باية الاقسام. اه التواصل مع الادارة اكناع الادارة بهمية البيم وازاي يدعموا البيم وازاي يتحمسوا وازاي يعرفوا ان فيه عائد على اللي هو الار او اي. في يحط طريقة لتبادل معلومة بين باية الاقسام. بيقيم او سر العمل في البيم كتاب التقارير مش عن زميله ولا عن الانجازات والمشكلات البيم يعني. لو هو بيبلغ عن زميله ده يبقى حاجة تانية. من فاش حد دماغه طعبانة يشتغل في البيم. لان البيم بيتطلب ان احنا كلنا نتعاون مع بعض ونعمل الاي بي دي او انتجريتد بروجيكت ديليفري. فبيساهم ايجابيا في ادارة التغيير نحو تبني البيم بيبقى فيه تقييم التقنية وتقييم العملية وتقييم الناس اللي شغالة. طيب. الحاجة التانية بالنسبة للافراد الفريق ان هو هيعينهم. اخطر قرار بيتخذوا المدير واسوأ قرار هو ان هو يفصل حد. يعني بيحس بيعود كده كزا يوم انا بقولوك عن تجربة يعني. كزا يوم يعني في حزن ونكد لان عارف ان هو هيدر حد او هيمنع حاجة عن حد بتبقى صعبة جدا. بس عارف ان الشخص ده بيعطر الشركة او بيعيك الشركة او هو مهم ايلا او حاجة كده. فلازم ما تعانش غير اللي انت وصف فيه واللي انت شايف نوع كويس. وانسانيا قبل التكنيكا لان التكنيكا ممكن يكتسب انما لو هو عنده مشكلة بتحتاج جهد كبيرة عشان تغيرها. فلازم تختارهم بعناها فائقة. واتدعامهم وتدربهم وتنسك بينهم وتحدد دور كل شخص. وتكتسب ثقاتهم. طيب بالنسبة الستاندرد هو بيحط المعيير بيعمل التمبليت بيعمل اتمتة لعاملات المتكررة. تمام? اه المعيير اللي هي الشكل الحاجات اللي هتطلع عاملة ازاي هنشتغل ازاي بحس لو كلنا نطلع نفس الشغل. تمام? ما فيش حد يطلع حاجة وده يطلع لون تاني وده يطلع مش كل واحد شغل واحد. لا كنا نشغل نفس الحاجة ففي معايير كنا نشغل بيها. القوالب او التمبليت. فيها الحاجات جاهزة بحيث مشكل شوية. اه اقول لأ انا هعمل مسلا مسكادول او لأ هو كل حاجة موجودة في قلب التمبليت. اللي هتمثل ليه الوتوماتيك ان انت بتعمل اه او بتعمل دايناو يسهل لك الشغل او الحاجات اللي اللي بتكرر كتير تقدر تعملها. هتلاقي حاجات دي موجودة على بيما عربية سواء ستاندرد او دايناو او الحاجات دي. فيه برضو دعم تقني. الاي تي سابورت. مفروض فيه شخص اي تي موجود في الشركة. بس ممكن يكون فيه بعض المعلومات. هو مسلا مش عارفة مش عارفة مش عارفة مش عارفة كد. فلازم البين مانجر يتعاون معي يدعم الاجهزة والشبكة وتأكد نعملها وتواصل مع الاي تي. وتواصل مع الشركات المنتجة لبرامج الاي تي. ويحدد الاجهزة اللي مفروض تتريمي وجود تجي اجهزة بدلها. هي طبعا مش تتريمي. احنا من كان مع استستنابلتي فلازم بتشوف تودها لاني الشركة اللي تقدر تعمل لها او ريوز بحيس ان انت تستخدمها. آآ ضمان صورة الانترنت والشبكة. تحديد مساحة كل الفرض على الشبكة. آآ رسم خريطة الطريق لعملات مشاركة البيانات. تحديد او عمل بيت البيانات المشتركة والعمل على التطبيقها. تمام? ويحدد هنلمشي في المشروع ده ازاي. يعني مسلا هبا فيه تنبريت موجود. وبعد كده هنلوق الارتكشر هيبدأ اعمل موديل. وبعد كده انا مرحلة الام اي بي او الاستراكشر هيبدأ ادخله. وهنحمل الفاميلي فين. طريقة تحميل الفاميلي. طريقة تسمية الفاميلي. كل الحاجات دي بتبقى متفقين عليها. آآ برضو حاجة تاني ان هو بيعمل تدريب بصفة دورية ويحافظ على مستوى المعرفة والكفاءة. ويعمل افضلات للناس. آآ يسهل لهم حضور المؤتمرات والدورات. آآ يوفر المعلومات. ويوزع مجلة بيم قريبية. سواء مطبوعة او آآ او سوفت كوبي. وانا افضل سوفت كوبي عساس ما نتبعش ورق ويتم ادارها لان احنا نتكلم على استستنابلاتي والمحافظة على الورق اللي انت بتتبعه وصوى بتتبع اي حاجة. ده بيقدي لقطع مزيد من اشجار. فمنتبعش للحاجة اللي احنا مضطرين ليها. او لو في جامعة من الجامعات عايزة تتبع المجلة مفيش مشكلة. لانه لما هيتبعها هتوصل لعدد كبير من الناس بالشخص واحد. بالشخص واحد هيقراها مرة واحدة ويرميها. طيب الحاجة اللي بعد كده البروجيكت ووركس اللي عمل من مشروعها. هيعمل هيعمل اي عناصر مطلوبة. يساعد الناس في الشغل اللي حاجة قدامهم بيحل مشاكل اللي تواجههم. بالنسبة للبرمجيات او بيبدأ يختار البرمج التشغل عليها. هو مش برنامج واحد لا هيفيه. مجمع البرنامج انا بختار منها. وممكن انا في بعض الاوقات استخدم برنامج غير البرنامج اللي الناس كلها عارفاه. بلاي مسلا ان انا هشتغل ببرنامج فلان فلاني. يعني بدون ذكرها سامي. لان اعاست ان فريق العمل ده محتاج البرنامج ده. وتروح شركة تانية الا ان الانسب لهم برنامج اخر. فبتختلف من شركة لشركة. عشان كده بنبدأ نعمل او تخصيص للشغل بالنسبة للشغل الشركة دا. تمام? وهو حاجة تانية برضو بيعملها ان هو يعمل ادارة ببرمجيات والتحادثيات. تمام? لان يعني خلاني اخد مسلا مشكلة مسلا ان تم نزول او ديت للبرنامج او نزل الاصدار احداث. هل انا محتاجه ولا مش محتاجه? بنبدأ نزلس. ممكن تكون مفيش فرق كبير وهنتظر انها نتصطب كتير. ونعمل او ديت للمشروع والمشروع ممكن تحصل في المشكلة. فبنبدأ نزلس ممكن تلاقي فيه تفرة في الاصدار او غالبا باش في حاجة تستاهل. فاهملها وكمل شغل عادي. تمام? من دين الحياة اللي لازم يكون بما نجع عفق عنده قدرة على العرض والاكنية. يعني هو يقدر يقنع الادارة يقنع العملاء يقنع الناس اللي شغالة. يقدر نعمل العرض التقديمي شايق. العرض افقاره يحط فيه نكت يحط حاجات فاني شوية. يقدر توصل سواء كتابيا او شفهيا ويوصل المعنى المطلوب مش كل ما يبعث الايميل يجي له واحد انت بتقول ايه? انت عايز ديه يعني. في بعض اللي ما كده بتيجي بنقد يعني نلف حول نفسنا ونسأل بعض. ده عايز ايه? فيبقى لازم يكون كاتب الموضوع بسهل. طيب في حاجة تانية برضو بموضوع اللي هي العمليات. بنحدد العملات المطلوبة بتقه. هل احنا مطلوب من حصر ولا قدرة تشغيل ولا حل التعارضات? بيختلف تماما احنا عايزين في الاخر. فلازم من اقول كده يبعارفين ايه اللي احنا مطلوب منا بزبط. ونعرف احنا اقتم في قد ايه? ونحل مشاكل الموضل وتعارضاته. ونبتكر حاجات تسهل علينا الشغل وتقلل التعارضات وتقلل المشاكل. جماما? بالنسبة للعود لازم البين مانجر يكون عارف العود ويتأكد من ملكية الموضل لمن ومن اللي حقه ويطلع على الموضل. وهي مراحل تسليم الموضل. وإيه هي درجة تفصيل LOD. وهي هي مسؤولية كل واحد في المنظومة. ويبعارف التأمين اخبره ايه? لو العاد مع المقاول رئيسي هل هيبقى يسرع المقاول من البطن او لا? المشاكل دي بدل ما بتحصل مشاكل كبيرة جدا? لازم اكتشفها بالاول. فلو حد عند ايه مشاكل ممكن نبدأ نتناقش فيها ان شاء الله.